الولايات المتحدة تطلق مسار افتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة بالصحراء وتؤكد على دور المغرب كشريك يعفظ الاستقرار الاقليمي وفيما يعد ترامب ايامه الاخير كرئيس الديمقراطيون يحثون الخطى نحو عزله واقناع نائبه مايك بينس بدهم الخطوة اهلا بكم مشاهدين من جديد في مدينة الداخلة الساحلية بمنطقة الصحراء دشنت الولايات المتحدة ممثلية لها وخلال التمر الصحفي الذي عقد لهذا الغرض قال ديفيد فشر انه فخور لكونه اول سفير امريكي يزور المدينة وان القرار التاريخي باعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء هو اعتراف بما هو موجود وواقعي وضف فشر ان الصحراء مغربية وان المغرب فقط من يملك الحل لمصر الاقليم كلام نيضه مساعد وزير الخارجي الامريكي ديفيد شينكر الذي اضاف ان المغرب شريك محوري في الاستقرار الاقليمي كما تطرق الى ابرز اشكال التعامل القائمة والمستقبلية بين واشنطن والرباط عشرون قنصلية وسفارة اجنبية افتتحت في مدينتي العيون وداخل وحديث عن مشاريع اقتصادية وثقافية وامنية ضخمة شمال غربي افريقيا فما الذي يخطط لتلك المنطقة وما الذي تبقى لجبهة البوليساريو وداعميها كالجزائر من اوراق بالاضافة الى ذلك هل بات موقع المغرب في خارطة التحالفات الاقليمية اوضحة من اي وقت رمضى لسيما بعد تصريحات وسير الخارجي المغربي ناصر بوريطة والتي قال فيها ان مواقف بلاده تتقارب مع مواقف الولايات المتحدة ازا ايران صق اعتراف رسمي نقلة نوعية في المصاري القانوني والسياسي فمعد الاعتراف الامريكي بسيادات المغرب على الصحراء فتحت الولايات المتحدة ممثلية دبلوماسية خطوط تأتي في اطار الاعلان الثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب واسرائيل والذي تم توقعه في الريباط في 22 من ديسمبر الماضي السيد شينكار هو اول مسؤول امريكي يقوم بزيارة الى الصحراء المغربية وهذا حدث مهم ومهم جدا ويأتي لتأكيد النتائج للمكالمة الهاتفية التي كانت بين جرارة الملك محمد السادس والرئيس الامريكي في عشرات جنبير الماضي ورغم ايامه الاخيرة في البيت الابيض يستمر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتنفيذ مخططات في القارة الافريقية على الرغم من الموقف المتعارض مع الامم المتحدة حول ملف الصحراء يتير البعض بان المغرب استطاعت نزع شرعية واسيادة على المنطقة المتنزع عليها قبل مغادرة ترامب البيت الابيض خريطة جديدة تعتمدها واشنطن في المغرب على الرغم من عدم اعلان الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن اي موقف بشأنها قرابة عشرنا دبلوماسية وممثليات دولية في الدخلة لكن ثم تمنير بدخول الممثلية الامريكية للصحراء مسارا جديدا فدعوة لدول العالم لاستير على خطاها فيما يرى اخرون بان الخطوة الدبلوماسية تحمل معها ابعاد اقتصادية وفق لبناء ميناء على ساحل الاطلسية وموطي قدم لها في تلك المنطقة ومع وصول الوفد الامريكي للجزائر الا ان الاخيرة تطالب واشنطن بالحيادة فبالنسبة لها فان قضية الصحراء تشكل خطرا على امنها القومي والاستراتيجية لكن المكلف بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ديفيد شينكير حمل معه رسائل اطمئنان فاي رسائل حملها المساعد الامريكية فتساؤلات اخرى عن الدول التي ستقوم على طريق واشنطن وفتح ممثلاتنا في الصحراء ونرحب بضيوفنا للمناقشة هذا الملف ينضم الي عضوة برلمان الاتحاد الافريقي وعضو قيادي سابق في جبهة البولوساريو من ليون الفرنسية الاستاذة السينية احمد مرحبا اهلا بك سيدة السينية وايضا تنضم الي من واشنطن روان رجولة المحللة السياسية المختصة في الشأن الامريكي اما من مدينة الداخلة ينضم الي محمد سالم الصحفي المغربي اهلا بك سيد محمد ونعني ابدأ نقاش هذا الملف معك يعني اليوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا قال باقتضاب ان بلاده تتشارك والولايات المتحدة المواقف حيال ايران وليبيا ما الذي يقصده؟ وهل اليوم بات الموقف المغربي حيال القضايا الاقليمية اكثر وضوحا؟ شكرا زملاء في اينيوز بانتكاس بالنسبة لأولا بسم الله الرحمن الرحيم وأحيي الضيوف المتحدين معنا في هذه القلقة بالنسبة لموقف المغرب في القضايا الاقليمية هو موقف ظل ثابتا موقف لا تربطه اي علاقة بقضاياه الاقليمية او قضية الصحراء بالخصوص بالتالي المغرب حتى لا يفهم البعض ان المغرب يزايد في قضية الصحراء المغرب ظل دائما متشبث لوحدته الترابية ظل دائما موقفه ثابت تجاه القضية الصحراء لكن نتحدث هنا عن التحالفات الاقليمية وموقف وموقع المغرب منها اليوم بعد هذه التصريحات المغرب زميلتي المغرب موقفه كان ثابتا منذ البداية المغرب لم يغير إطلاقا موقفه تجاه القضايا الاقليمية وبالخصوص الوضع في ليبيا وكذلك القضية الايرانية بالتالي قضية الصحراء يعني بعيدة كل البعد على اعتقادي أنها بعيدة كل البعد عن تعاطي مع القضايا الاقليمية لهذا المغرب يرى أن قضية الصحراء هي قضية وطنية بالدرجة الأولى يبقى الاهتمام بالقضايا الاقليمية ومنها القضية الايرانية ومنها الوضع الليبي هذا يرى المغرب أنه شريك أساسي ويملك مفاتيح أنه يعول عليه في حل في الخصوص الوضع في ليبيا خصوصا المحتمر الخيرات الذي يعتبر هو مرجع لقضية ليبيا هذا يعني هو النعم نعم طب سوف نتبع هذه النقاط اسمحوا لي بأن ننتقل إلى سيدة روان من واشنطن سيدة روان هذه الخطوات المتلاحقة حياء الصحراء ما الذي تعنيه للولايات المتحدة لأن حجم وكلفة المشاريع التي أشير إليها في الفترة الأخيرة من مشاريع ثقافية اقتصادية أمنية والتواصل مع جزر الكناري يوحي بأن الأمر أكبر بكثير من مجرد الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هذا صحيح تحية لك ولضيوفك ولمتابعين فعلا صحيح لأن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار هي يعني وضعت أو وجدت لنفسها موطئ قدم لي يعني الوقوف على التهديد الروسي بشكل أساسي في شمال أفريقيا وما يأتي معه من تحديات من التمدد الصيني في شمال أفريقيا وأيضا الإيراني ولكن بالمركز الأول هو الروسي وخصوصا في تواجده في ليبيا وتمدده في دول كالجزائر مثلا وغيرها ولكن ما أريد أن أشير إليه أن قضية الصحراء الغربية بالنسبة لدول شمال أفريقيا هي مثل قضية فلسطين بالنسبة للشرق الأوسط والبلاد العربية في ذلك الطرف من العالم لذلك حل هذه المعضلة بالنسبة للإدارة الأمريكية هنا وتقديم الدعم أو تقديم هذه المشاريع هو أيضا نجاح آخر لإدارة ترامب فيما يتعلق بحل القضايا المستعصية والانسحاب من الحروب اللامنتهية بحسب الرئيس ترامب ولكن أيضا نقطة أخرى أنه مع هذه التعاطي مع المغرب وبالأخص أن الجيش المغربي والعلاقات مع الجيش الأمريكي جدا يعني جدا عالية بالأخص فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والآن مشاريع أخرى هذا يأتي بالدرجة الأولى لردع مكافحة التمدد الروسي في شمال أفريقيا تعني أنتقل إلى السيدة السينية من ليون يعني الأمور اليوم تضييق أكثر فأكثر على جبهة البوليساريو ومناصريها اليوم نتحدث مثلا عن عشرين قنصلية وسفارة تفتتح في الصحراء ومشاريع اقتصادية ضخمة تكرس السيادة المغربية عليها ما الأوراق المتبقية لدى جبهة البوليساريو اليوم؟ شكرا للأخت وشكرا لمشاهديك الكرام أعتقد على أن الجبهة الشعبية لتحرير ساقي الحمر ووادي الذهب والشعب الصحراوي لم يكن في ضيق ولا في ضغط أكثر من الماضي البوليساريو والشعب الصحراوي انطلاقته مصر على جهده وعلى حقه في الحرية والاستقلال وكان أضعف من الحاضر واستطاع المقاومة وحرص الانتصارات العسكرية والجبلوماسية ودليل على هذا التفوق وهذه المكاسب هو قبول المغرب بالوقف إطلاق النار وقبوله لتنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراوي الآن هذه القنصليات وهذه الزوبعة صحة التعبير من المواقف ومن الاعترافات في الحقيقة هي جعجعة من المواقف التي كانت سيئة لإخراج في توقيتها وفي محتوىها وخارجة عن السياق الطبيعي سواء كان سياسي أو قانوني مجموعة من الاعترافات وقنصليات كارطونية لا أساس لها من الواقع والممارسة والشعب الصحراوي مصر ومستميك كفاحه من أجل استقلاله ومن أجل إذعان المجتمع الدولي وبماذا المغرب وحقه في تقرير المصير وفي الاستقلال سيدة سينياتي وصفتي هذه الاعترافات بالكارطونية أنا متأكد بأن لسيد محمد سالم رأي أو تعقيب على هذه الجزئية ولدي أربط ذلك بسؤال أيضا سيد محمد سيد محمد هناك دول جديدة من الدول ذات العضوية غير أدامة في مجلس الأمن الدولي سوف تنضم قريبا والحديث عن الهند المكسيك النرويج إرلندا وكينيا وهذه دول كما تعرف منها من يدعم البوليساريو كيف برأيك يمكن أن تؤثر هذه الدول على قرارات مستقبلية في مجلس الأمن يدرس قضية البوليساريو والصحراء؟ نعم شكرا بالمناسبة حتى نضع الأمور في استياقها نحن نعلم جيدا أن مواقف الولايات المستحدة الأمريكية وهي دائما المسؤولة عن استياقة قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق قضية الصحراء دائما الولايات المستحدة الأمريكية وهذا بالنصوص عندما نعود إلى جميع قرارات مجلس الأمن الدولي دائما الولايات المستحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة دائما وبالحرف وبالنص الواحد تقول أنه لا حل لقضية الصحراء خارج المقترح المغربي وأسطر هنا تحت المقترح المغربي وتقول الإدارة الأمريكية أنه حل ذو مصداقية حتى نضع الأمور في سياقها بالنسبة للاعترافات المتتالية والاعترافات التي تتوسع يوما بعد يوم تأتي تأكيدا لما ذهبت فيه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعبيرها أو من خلال اعترافها الرسمي والذي جاء بنص رسمي قررته الحكومة الأمريكية أو قررته الرئاسة الأمريكية أن المغرب يملك السيادة على مجموع الأقاليم الصحراوية أو على الصحراء بشكل أعام بالتالي نحن لا نخرج عن هذا السياق لا نحاول أن نصنع أن نماني لكن سيد محمد إن سمعت سؤالي هناك سياق غير سياق الأمريكي هناك سياق أممي وكما قلت لك قبل قليل هناك دول تاريخيا كانت منها من دعمت البولوسار ومنها من اعترفت بالصحراء سوف يصبح لها كلمة في مجلس الأمن كيف يمكن برأيك هذا أن يؤثر على السياق الذي ذكرته بطبيعة الحال هذا لن يؤثر إلا في الاتجاه الذي تسعى إليه المملكة المغربية من خلال تأكيد مغربية الصحراء حتى ندرك أن العالم اليوم متجه نحو اقتصاد شامل العالم اليوم يتجه إلى أنه يعطي صورة اقتصادية للمنطقة نحن نعرف أن منطقة الصحراء أو بالخصوص الأقاليم الصحراوية تحضى باهتمام كبير لأن موقعها الاستراتيجي انفتاحها على إفريقيا يعني انفتاحها على أوروبا وقربها من أوروبا هذا جميعهم كذلك ولا بد هنا تعطيني الفرصة أن الوضع الاجتماعي والذي أكد عليه اليوم السفير الأمريكي هنا بمدينة الداخلة قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي اهتمام كبير للوضع الاجتماعي وبالتالي حتى لا نضع أن نخرج بالأمور من سياقها الاجتماعي والاقتصادي ونضعها في سياق فرعات سياسية وأنت تتحدث عن النهج الأمريكي والوضع في هذه المدينة دعني أتحول إلى السيدة روان يعني إلى أي مدى برأيك سيستمر النهج الأمريكي حيال هذه الصحراء بعد العشرين من يناير كانون الثاني لأنه وفق اعتقاد كثيرين لدى بايدن مقاربة مختلفة ممكن أكثر اتزانا ناحية الصحراء تماما كما ملفات دولية أخرى نعم يعني بالنهاية القرار فيما يتعلق بالصحراء الغربية لم يكن قرارا لصالح فئة دون أخرى ولكن هو لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الأمن القومي الأمريكي يعني الدافع الأساسي لهكذا قرار هو كما أشار الضيف أولا أنه دائما كان موقف واشنطن وولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن من هو الرئيس أنها تتبنى موقف الرباط وموقف الرباط يقول أن يعني أعطاء الصحراء الغربية الاستقلال يعني الحكم الذاتي وليس الاستقلال بشكل منفصل أو الانفصال وهو يعني الديفاكتو أو الوضع على ما هو عليه ولكن يعني أعطاء الشرعية لهذا الواقع وليست التبعية الكاملة للرباط ولكن كما يقولون يعني الطريقة تعتبر فيها الرباط أن لها تواصل ولكن من نفس الوقت نوع من التنازل على هذا الموضوع أما فيما يتعلق ب هل سيتغير بيج مجي الرئيس المنتخب بايدن أعتقد هذا الأمر يتعلق كيف سوف ترى إدارة رئيس بايدن التنافس الإقليمي والتنافس الدولي مع روسيا يعني وجود روسيا في شمال في شرق المتوسط وأيضا الوجود العسكري لها في ليبيا وأيضا في الجزائر ونحن نتحدث عن اليورانيوم وعن الغاز لا أعتقد أن سوف يكون هناك يعني تغير كبير للموقف الإدارة الجديدة بالأخص أنه يتعلق أيضا بموضوع يعني موقف بايدن ما واضح جدا فيما يتعلق به السلام مع إسرائيل وتوقيع الدول العربية يعني اتفاقيات سلام مع إسرائيل وهو قال أنه لن يغير أو لن يعيد الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بهذه المعاهدات بالعكس أعتقد أن الإدارة الجديدة سوف تبني على ما هو عليه ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب روسيا وتحاول أن تعيد التموضع والانتشار العسكري للواشنطن أو للولايات المتحدة الأمريكية في شمال أفريقيا وفي القرى الأفريقية بشكل عام نعم سيدة سينية جبهة البوليساري رحبت مؤخرا بإلغاء الاتحاد الروبي مشاريع له في الصحراء أو استثناء الصحراء من ما شريع له في القرى الأفريقية لكنت تعلمين جيدا من هذا ليس كاف إلى أي مدى يعول على الاتحاد الروبي ريثما هو منقسم على ذاته تعرفين أن فرنسا لديها موقف مختلف تماما عن إسبانيا وكلاهما لديها موقف مختلف عن دول شمالي أوروبا التي كادت أن تعترف بدولة الصحراء أسمح لي قبل أرد على جوابك تعليق على كلام ضيفك وضيفة فيما يخص السياقات التي تكلم عنها الضيف السياقات الأساسية للصراع في الصحراء الغربية هو السياق القانوني القانون الدولي وسياق القوة قوة المقاومة وقوة تشبث الشعب الصحراوي بكفاحه وبعدالة قضيته أظن أن السياق الدولي السياق القانوني القضية الصحراوية بابتياز على طاولة مجلس الأمن موضوع تصفية استعمار كل الممثلين في المجلس الأمن تصارعوا بعد إعلان ترام موقفه بالتأكيد على أن هذا الموقف لا يغير شيء من الصيفة القانونية للقضية الصحراوية على طاولة مجلس الأمن وعلانها قضية تصفية استعمار والأمم المتحدة ستواصل جهودها من أجل توصل إلى حل عادل ونهائي يقرر الشعب الصحراوي بحق تقرير المصير السياق الثاني الأساسي الذي يجب يأخذ بعين الاعتبار هو السياق الميدان الميدان أعتقد معلنه صحيح على أن الشعب الصحراوي عتادت عتادا وعددا أقل من القوة المغربية ومن أصدقاء القوة المغربية ولكن هذا لا يغير من الواقع شيء هذه سبعة وخمسة واربعين سنة من المقاومة هذا الشعب القليل العدد وقليل الإمكانيات استطاع بعلنه يكسر اتفاقية مادريد وعلى أنه يخوض كفاح بطولي وكل العالم يشهد على عدد الأسراء من ضباط وضباط الصف ومن إمكانيات عتاد عسكري غنموه ثوار صحراويين بوسائل بسيطة وبقوة العزيمة وهذا شاهدين عليه كل العالم الذي أنه توسطه في طريق صراح أكثر من ربعلاف جندي مغربي من مختلف أسلاك الجيش هذه القوة التي صامدة في الميدان قاومتها عسكريا أيضا برهنت خلال 30 سنة عن إرادتها في السلم وعن إرادتها في العدالة وعن إرادتها في العلاقات الأخوية ومد أيد الجوار وحسن الجوار وتحملنا رقم صعوبة علينا التحمول لكن تحملنا من أجل إثبات العالم على أن شعب عنده قضية وشعب عنده رسالة وشعب عنده إذا لذيق الوقت يعود عامل عامل توازن وعامل إخاء وعامل بناء اقتصادي في المنطقة لما تقطرس المغرب ولم يستغل هذه الفرصة وأخرق وقف إطلاق النار إحنا رجعنا للكفاح المسلح إذن السياقات الأساسيين أذنين هو الشرعية الدولية وقوة المقاومة أما فيما يخص هذه جعجعة الإشاعات سريعا تعبنا منها لأنه كل مرة بريطانيا قالوا علينا تفتح قنصرية خياري خارجيتها كذبت في بيان مصر كذبت يعني جعجعة من الدعايات دعيني أنتقل إلى السيد لذيق الوقت عذرا دعيني أنتقل إلى السيد محمد في الحين شوي أيضا فيما يخص ضيفتك الكريمة أنا أشك على أنه هذه المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية طيب لذيق الوقت سيزيني لأنه نوع الفرصة لباقي ضيوف لم يتبقى الكثير من الوقت على أنها مش استراتيجية الأمريكية نعم دعيني أنتقل دعيني أنتقل إلى سيد محمد سالم من الداخلة يعني هناك اليوم حراك إفريقي لا يمكن التغاضي عنه كيف ستتعمل معه المغرب التي تعاول اليوم على الموقف الأمريكي ولا تستطيع لكن عزل نفسها عن عمقها الإفريقي في الاتحاد الإفريقي الذي يعترف بالدولة دولة الصحراء الغربية كيف ستتعامل المغرب مع هذا الوضع لا بد أن أؤكد في هذا الصدد أن المغرب ليس معزولا داخل القارة الإفريقية حتى أصحح المفاهيم لأن هذا مفهوم بات يعني مغالطة المغرب ليس معزولا إفريقيا المغرب اليوم يشكل قوة اقتصادية داخل إفريقيا هذا الجميع يعرفوا حجم الاستثمارات المغربية لكن الجزائر اليوم تلوح على التحرك من خلال هذا الاتحاد الإفريقي سيد محمد الاتحاد الاتحاد الإفريقي لم نشهد له ردة فعل واحدة يعني تحدى من يتحدث عن الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي اليوم عاجز على أنه أو لم نشهد له أي تحرك تجاه الاعترافات دوله وتواجد دوله داخل الإقليم بالتالي حتى لا ننصح في مجموعة من هذا ونرقى قليلا بحوارنا ونرقى قليلا اليوم العالم يتحدث عن وضع الاجتماعي اقتصادي المغرب اليوم يضع لبنات تطور اقتصادي واجتماعي العالم يشهد بذلك حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه الحجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات الكبيرة المنطقة اليوم مقبلة على ميناء أطلسي سيغير من الخريطة الاقتصادية الإفريقية لا محال حتى نفهم السياقات الحرب ماذا أفرزت لنا الحرب من يتحدث اليوم عن الحرب في ظل عالم يعني يعاني من الوباء في ظل اقتصادات منهكة جدا نتيجة الحروب الحروب لم في يوم من الأيام يعني لم تنتج لنا غير الأيتام لم تنتج لنا غير الأسرة بالتالي نتحدث عن اقتصاد قوية جدا نتحدث عن تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية داخل المنطقة هذا هو الذي نشع للأسف انتهى الوقت أدرك الوقت كان بودي أن ننصل أيضا سيد روان لكن للأسف انتهى الوقت كان مع سيد محمد سالم الصحفي من عبر برلمان الاتحاد الافريقي وعضو قياد سابق في البوليساريو من ليون عبر سكايب ومن السوديو هاتينا في واشنطن سيد روان رجولة محللة سياسية مقتصة بالشأن أمريكي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة